طيب الان نطبق الكلام اللي احنا حكيناه بشكل نظري بشكل عملي. الان زي ما اتفقنا انه انا في عندي يا برودكاست باستخدمه كمرسل يا اما باستخدمه كمستقبل. فانا بدي استقبل مثلا اكشن معين بيصير عند مثلا اكشن اسمه انه انا مثلا اه بدي لما اعيد تشغيل الجوال يطلع لتوست او بدي كل ما يعيد تشغيل الجوال مثلا يطلع لشاشة يقول لي ادخل الباسورد او بدي كل ما اعيد تشغيل الجوال يطلع لي مثلا اذكار او بدي اعمل اي شغلة كل ما يعيد تشغيل الجوال كل ما المستخدمين تشغيل الجوال بدي اعمل حدث معين فباجي اول شغلة بفهم انه حدث اعادة تشغيل الجوال او تشغيل الجوال هو حدث متعلق بالسيستم يعني السيستم اللي بيعمله زي حدث اتصال الشاحن زي حدث اتصال السماعة زي حدث الاتصال على رقم معين مثلا زي حدث البلوتوث اي شغلة من الاشياء هاي متعلقة بين بالسيستم ليش لانها بتتم بداخل السيستم بتطبيقات السيستم فبدي اعرف الان مستقبل عشان اقدر استقبل الاشارة اللي بيرسلها السيستم عند اعادة تشغيل الجوال او عند تشغيل الجوال فباجي بعرف مستقبل كيف بعرفه بالزر اليمين انيو وباجي على اذر وبختار حاجة اسمها برودكاست ريسيفر لبرودكاست ريسيفر مستقبل مثلا انا بدي اسميه بوت ريسيفر ايش يعني يعني عند تشغيل الجهاز هذا ريسيفر بدي يشتغل ونفس فكرة السيرفز اكسبورتد عشان يكون متاح للتطبيقات الاخرى انها تتعامل معاو انيو بلد انه مفاعل واللغة جافة وبضغط فنش طبعا اللي بالرسيفر بسيط جدا كلاس سهل جدا الكلاس هادا فيه مثود واحدة اسمها المثود هاي بكل بساطة بتكتب بداخل هالكود اللي بدك تنفذه عند استقبال الحدث زي ما قلنا شايف بيرتسل الكنتكست اللي شغل الريسيفر والانتنت نفسها زي ما حكيت لك الانتنت نفسها السيستم بيرسلها للريسيفر عشان تاخد منها البيانات فبكل بساطة هنا ممكن اجي اعمل توست بسيط جدا توست مثلا بدي اسميه مثلا بوت كومبليتد او اي اسم بالدكية يعني اني انا من خلال التوست هادا اشوفه فاعرف انه فعلا تم استدعي العملية طبعا ممكن بدل التوست هادا اعمل اي عملية انا بدي اياها انا بس حطه كعينة او كسامبل عشان نوضح متى بيشتغل طيب الان الان هاي متى هتستدعى هتستدعى هاي المثود بمجرد ما يتم الهالنوع تبقى البرودكاست من نوع الريسيفر طب انا بدي اسأل سؤال الريسيفر انا عرفته فعليا اتعرف في المنفست هايو ليش لانه اي عنصر من الاربع لازم يتعرف في المنفست ممتاز نوع ريسيفر او اسمه هل الريسيفر هادا هيستدعى عند اكمال عملية التشغيل ولا عند شبكة السماعة او اتصال الشاحن او 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 لسه انت مش محدد مين اللي بيحدد النوع اللي هو زي ما كنا زمان نتعامل مع كان في زمان ممتاز ففعليا اللي بيحدد متى يشتغل الريسيفر هو الاكشن اللي بيكون معرف بداخله فباجي بعرف بداخله انتنت فلتر وجوه انتنت فلتر بعرف اكشن زي فكرة الاكشن هادا وبحدد النوع تابعه طبعا الانواع كتيرة نوع التشغيل او انه اه النوع اللي او الاكشن تابع البوت اسمه بوت كومبليتد طبعا انا بديش اي بديش ياك تحفظهم تمام ولكن خليهم في بالك انه مع كترة الاستخدام تحفظهم الاكشنز هادي موجودة مسبقا موجودة في موقع جوجل اكتب اسم الاكشن اكتب اه مثلا اه اكشنز اه او ببرودكاست اه اكشنز بيطلالك اياهم كل لهيتهم وبتقدر تشوف كل واحد ايش فيديته ففعليا انت صرت معرف انه الاكشن هادا عند اكتمال عملية البوت او عندي التشغيل ممتاز هل جيته خلص صار معرف بالطريقة هادي بس فيه ملاحظة انا قلتلك انه الاكشن يا اما بتسجل في المانيفست يا اما بتسجل في كيف يعني في يعني في معينة مثلا كيجي تسجله في طيب شو بيفرق بيفرق انه لما تسجله في او في المانيفست عفوا خلاص بيكون عام على كل التطبيق يعني اول ما يصير للتطبيق على الجوال بيضل هذا صاحي وسايب ودنه زي ما بيحكوا بالعامية لأي حدث بيصير من النوع هذا فأي حدث بيصير بيستدعي الريسيفر وجدوا بعد هيك انه هدا بيستهلك من البطارية اش كبير فقال لك ليش يظل هدا متاح لأ ما انا ممكن اصلا محتاجهش غير في مكان معين او في معينة فقال لك احنا بعد الاندروي التمانية وقفنا العملية هادي انك تسجل في المانيفست الافضل انك تسجل وين في الكود فكيف بسجله في الكود نفس اللي عملته في المانيفست بعمله في الكود كيف بعمله باجي بعرف في ريسيفر ايش اسمه بوت ريسيفر فباجي بحكي له بوت ريسيفر ريسيفر بيساوي اول شغلة خلصنا منها تاني شغلة بعرف ليش عشان اعرف بداخله الاكشن فباجي بحكي له فيلتر بيساوي وبدخل بداخله الاكشن اللي انا بدي اياه مثلا بسمي اه مثلا دوت الاكشن اللي اسمه بوت كومبليتد او بتكتبه كنص من نفس اللي 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 موجود في المانيفست تمام هنا هيو نفس النص اندرويد اكشن بوت كومبليتد نفس النص ولكن استخدمته كمتغير بدك هيك او هيك اللي بدك اياه او ممكن بدل هادي تحط نفس النص اللي موجود هنا يعني تاخد نفس النص اللي موجود هنا وتستخدمه على الجهتين شغلك صح ولكن احنا بنعرف كمتغيرات ليش عشان نسهل على حالنا طيب على الجهتين صح فباجي هنا بعيد ما عرفت هاي وعرفت هاي بستخدم مثل اسمها وبعطيها هدول الاول اللي هو تبعي والتاني اللي هو اللي انا عرفته هيك انت سجلت في مثل تاني اسمها فانت ممكن تعملها في مثلا الان ديستروي او تعمل مثلا الريجستر في الان ستارت وفي الان ستوب تعمل الان ريجستر اللي بدك اياه ممتاز هيك انت عملت ريجستر الريزيفر ففعليا المفروض هيك تسجل في السيستم فاول ما ينزل التطبيق هيتسجل في السيستم وايش اللي هيصير اللي هيصير انه لما تعي تشغيل الجهاز بعد ما تسجل في السيستم المفروض انه السيستم يبعت لكل التطبيقات انه تم اعادة التشغيل فتطبيق اللي انا عامله بيستقبل اكشن بيستقبل ريسيفر او بث من نوع اعادة التشغيل فهيروح يستدعي الريسيفر اللي من النوع هذا فهيشغل التوست فالمفروض انه يشتغل التوست الان بس اعيد تشغيل الجوال هاي التطبيق نزل طبعا تطبيق بس ما فيش فيه غير صورة فانا هنا بدي اعمل اعادة تشغيل واشوف ايش اللي بدي يصير معايا وبدي اعمل ريستارت طبعا في ملاحظة مهمة لازم تكون في بالك انه لازم تستخدم برميشن اسمه ريسيف بوت كومبليتد هذا فقط بتستخدمه متى لما بدك تعمل حدث من نوع بوت كومبليتد تمام لازم تاخد برميشن انه انت تقدر تعيد انك انت تقدر تستقبل حدث عند اعادة التشغيل فلازم هذا البرميشن يكون موجود مش لكل الريسيفرز ولكن بس لبعض الريسيفرز منهم البوت كومبليتد او لبعض الاكشنز منهم البوت كومبليتد طيب الان نشوف ايش بدي يصير معنا البمانية دي التشغيل المفروض يطلع لي توست اسمه بوت كومبليتد طبعا بننظر شوية لانه ممكن السيستم لسه بيشتغل فنستنى عليه شوية هاي طلع لي بوت كومبليتد توست انه استدعى الجزئية دي ليش ليش طلعها لانه السيستم فعاليا اللي صار انه بلغ كل التطبيقات وتطبيق يمعرف انه عنده ريسيفر انه بدي يستقبل اكشن من بدي يستقبل هدث من النوع هذا ففعاليا استقبله وطلع لي رسالة هاي بشكل مصغر الفكرة هنشوف امثلة تانية مع بعض اشتركوا في القناة